السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فريو معكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا والنهاردة إن شاء الله حنتكلم عن موضوع مختلف شوية عن المواضيع الخاصة بالقناة اللي بنتكلم فيها في الفترة الأخيرة ولأني دائما بنزل من فترة إلى أخرى الفيديو المشهور How to fix Wi-Fi in Windows 7 How to fix Wi-Fi in Windows 10 إن شاء الله النهاردة حنتكلم عن How to fix Wi-Fi in Windows 11 الآيكونز بتاعتك مش ظهرة على التاسك بار أو في السيتنج أو عندك مشكلة في Wi-Fi يعني عندك Windows 10 أو 11 فتقدر إن انت تتبع الطريقة السهلة اللي احنا هنعملها النهاردة هي كذا طريقة بصراحة ولكن احنا همشي كده خطوة خطوة مع بعض في العملية لحد ما توصل في الآخر إن شاء الله تظهر الآيكون أو إن انت تصلح المشكلة الخاصة بالWi-Fi يلا بينا نشوف فيديو النهاردة أول حاجة هنعملها وهي إن احنا هنروح للCMD علشان نخش UnderDOS كده ونبتدي إن احنا نكتب الـ IP Address اللي حنستخدمه كتستنج تول عشان نتأكد إن احنا ما عندناش أي مشكلة في الـ Network Adapter اللي هي الـ Hardware الخاص بالNetwork بتاع الكمبيوتر بتاعها أنا أروح هنا عند السيرش وابتدي أكتب CMD على طول هيدخني على الـ UnderDOS وهيدخني هنا أكتب الـ IP Address اللي أنا هعمل Bing IP Address وهي زي ما قلت لك تستنج تول نتأكد إن ما فيش أي مشكلة في الـ Hardware اللي هو Network Adapter بتاعنا قص حبتدي إن أنا أقول له Bing 127.1.1.1 طب إيه الـ IP Address ده الـ IP Address ده اسمه Loop Pack Interface IP Address أو ساعات بيسموه Local Host IP وده بيستخدم عشان أعمل تيست علشان خاطر أتأكد إن Network Adapter بتاعتي شغالة مفيش أي مشكلة في الـ Hardware ده طب حيرد علي يقول لي كل حاجة تمام لو ما عنديش مشكلة طبعا إيه اللي هيظهر معي لو أنا دست Enter بالمنظر ده حيبتدي يعمل بالمنظر ده كده الشكل ده بقى معناه إن مفيش مشكلة عندي خالص دلوقتي والـ Network Adapter بتاعتي دي الفل ومفيش أي مشكلة دي أول حاجة Time Out يبقى كده العملية فيه لأ أنا عندي كده مشكلة في الـ Adapter بتاع الجهز بتاعي دي أول خطوة معايا حبتدي إن أنا خلاص يعني أول بروسس ما فيش أي مشكلة طب أخش على إيه بقى تاني أنا ستيل هنا برضو عندي مشكلة حعمل إيه حبتدي إن أنا أقف هنا بالمنظر ده كده وأبتدي إن أنا أقول له Control Panel أخش على Control Panel بتاعتي بالمنظر ده ومن Control Panel ببتدي إن أنا عندي حاجة هنا اسمها Small Icon وفي حاجة اسمها Large Icon لو بتديت إن أنا أخش عندي على حاجة اسمها لو أنا وقف هنا على Small Icon هخش على Internet Options بالمنظر ده ومن Internet Options ببتدي أروح للـ Advanced من الـ Advanced بروح أعمل هبتدي إن أنا أقول له Restore Advanced Setting بالمنظر ده ودوس Apply هبتدي يعمل Restore للـ Advanced Setting الخاصة بالإنترنت Options بتاعتي في حاجة تانية ممكن إن أنا أروح أعملها في حاجة تانية ممكن إن أنا أروح أعملها إن أنا أروح هنا مثلاً وأقول له Run يعني حكتب Run منتهى البساطة في السيرش بار وهنا حيفتح معي الـ Run بالمنظر ده هنا By Default هو فاتح عندي على Services.msc إنت لو مش فاتح معيك بتبتدي تروح للـ Run وتكتب في الـ Run Services.msc الـ Run كمان لو إنت دست على الـ Win Key اللي موجودة ودست على الـ R حيفتح لك الـ Run يعني في كل الأحوال لو أنا أروح أعملت X كده والـ Win Key والـ R حيفتح لي الـ Run حكتب فيها Services.msc وأقول له أوكي حيفتح معي هنا Services الخاصة بالـ Windows هنا أتأكد إن الـ Automatic Configuration بتاعي الخاص بالـ WLAN Running شغال فحبتدي أنزل هنا في Services دي اللي خاصة بالـ Windows حبتدي أنزل كده على الـ W كان أروح لحاجة اسمها W LAN Auto Config وتأكد إن هي Running Automatic Running طيب لو مش Running هعمل إيه حبتدي أدوس عليها كده وأعمل Right Click وأروح لـ وابتدي إن أنا أختار Automatic وابتدي أعمل Start في حالة لو هي مش Running لكن هي Running شغالة وما فيش أي مشكلة يبقى كده برضو أنا ما عنديش أي مشكلة طيب أعمل إيه تاني بقى أبتدي بقى أعمل اللي أنا عملته قبل كده في الفيديو القديم أروح على Device Manager أكتب في السرش بار كده Device Manager وعمل Open وأبتدي إن أنا أروح للNetwork Adapter بتاعي حتبن فين الNetwork Adapter هنا حتبتدي إن أنا أعمل Expand للقيمة اللي تحتيها وأبتدي إن أنا أقف على الWireless أوكي عندي الAdapter وعمل Right Click وأبتدي إن أنا أقول له Update Driver لما حدوس على Update Driver حتبتدي إن أنا أقول له Browse My Computer for Drivers أنا أقول له Let me pick from a list أديني كده list بتاعة الAdapter وأنا هاختار منها أبتدي أختار الNetwork Adapter بتاعي وأبتدي إن أشغال عليه وأبتدي أعمل Next ويبتدي أعملي Any Stooling للدرايفرز في حالة لو الدرايفرز مثلاً مش معمول Any Stooling أو حصلت مشكلة ما دي كده كل الطرق البسيطة اللي أنت ممكن تعملها من غير ما يحصل أي مشكلة لجهاز الكمبيوتر بتاعك علشان تحاول إن أنت تعمل Trouble Shooting أو أن أنت تعمل فاكس لي الواي فاي بتاعك على Windows 10 أو Windows 11 أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة InfoTech4U شوفهم في فيديو قادم بإذن الله وإذن بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل Subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعين الأعزاء متنساش Like وشيروا Comment منت دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا